السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. معكم اخوكم مصطفى. ازيكم وحشتوني عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. اه موضوع فيديو النهاردة. قبل ما نبدأ موضوع فيديو النهاردة. ارجوك اعمل لايك. واشترك في القناة لو مكنتش مشترك. وفعل زر الجرس. علشان تشوف بقيت فيديوهاتنا. اه موضوع فيديو النهاردة هنتكلم عن الحمام اللحم. اه فيه اسئلة كتير بتتسأل الحمام اللحم البيور والحمام البزراميت زي ما بيقولهم. وايه سعر الزغليل وايه سعر الحمام الكبير وايه سعر الشباب. اه اولا هقول لحضرتك حاجة. هو الحمام اللحم ما عادش حكر على حد معين زي ما كان في الاول. اه الحمام اللحم دلوقتي بقى متوفر وموجود عند ناس كتير. تمام? يبقى انا بقولك كده مبدئيا عشان ما تقولش ان انا بعمل اه بقول ان انا عندي حاجة اللي ماش موجودة عند حد والكلام اللي الناس بتقوله ده. لقى الحمام اللحم بقى موجود عند ناس كتير. وهقولك ليه? هقولك ليه هو بقى الحمام اللحم بقى موجود عند ناس كتير. ليه? لان الناس اللي كان عندها اللحم السلالة الاصلية فعلا اه بعت. والناس اللي باعت دي باعت كميات كبيرة جدا وكانت بتبيع باسعار عالية جدا في البداية آآ طبعا باعهم اللي كان عنده جوز شباب كان بيبيعه بستمية وباعهم بعد كده بخمسمية وبعدين بقى بينزلوا الاسعار شوية بشوية كل ما الحمامة بتنتشر كل ما سعرها بيقل وده اللي احنا قلناه قبل كده تمام طيب آآ اللي اختلاف في الاسعار طبعا الناس اللي هي المشهورة قوي آآ انها بتربي بدأت في الحمام اللحم من بدري وعملت اسم في الحمام اللحم من بدري آآ الناس دي لسه بتبيع بسعر غالي والناس اللي مش معروفة قوي فبتبيع بسعر حنين شوية لكن مش معنى ان هما بيبيعوا بسعر حنين شوية ان احنا نقوله على حمامهم انه هو آآ بازرامية لا اتاكد من الحمامة اهم حاجة في الحمامة اللحم يا جماعة ان هي بتلحم العش في العش تمام? طيب احنا كمان انا معا الميزان كمان اهو تنسيت اقول لكم الميزان علشان برضو هنشوف ايه وزن الجز الزغليل قد ايه على فكرة يا جماعة الحمام ده الزغليل دي دي زغليل عمر اشرين يوم واحد وعشرين اتنين وعشرين يوم هم تلت اه تجوازهم وهو ريك برضو وزنهم والله انا مزققتهم حباية ضرة واحدة هم اه تاكيل الاهالي تاكيل الاهالي عشان ما حدش يقول انت عمل مأكلهم قبل ما توزنهم هم بتاكيل الاهالي ولسا عليهم مسلا على اللي قال لي اسبوع ولا بالما يتفطمهم اقل شيء طيب انت عايز تشتري اه حمام لاحي ما هتبدأ تربي حمام جديد ما عندكش سكة فحد احنا قلنا الكلام ده قبل كده انت ما عندكش سكة فحد ما تعرفنيش ما تعرفش فلان ما جربتش تتعامل مع ده او مع ده عايز تبدأ تجيب وليكن تلت جواز زي دول تمام هقولك على حاجة كويس او تعملها هاتمن مني جوز هاتمن التاني جوز هاتمن كل واحد جوز وجرب السلالة ده بس اعرف ده من ده ولما ينتج عندك الحمام اعرف الحمام ده بتعمين ولو تكون معلمهم بعلامة مركمهم برقم هتعرف الحمام ده سلالة مين ومن سلالته بتنتج او بتلحم اسرع من التانية تمام وبرضو بيرجع لرعايتك في الحمام اه في كمان اه اللي بيبيع بسار قليل يا جماعة اللي بيبيع بسار قليل هو حر محدش يقول له انت بتبيع اه حمام بزرميت ممكن يكون هو محتاج عشان يأكل حمامه ممكن يحتاج علشان يأكل بيته هو حر محدش عارف ظروف الناس ايه مش واحد نلقيه عارض اه مجموعة حمام او زغليل على الفيسبوك يطلع له واحد من اللي هم المربين الكبار او المشهورين في الموضوع يقول له انت بتربي حمام بزرميت يا عمي ملكش دعوة هو هو مش بيربي حمام بزرميت ولا حاجة انا عارف انت هتقول انه انت خايف على الناس اللي هي بتشتري لا اما هو ممكن يكون شاري منك وانا واحد من اللي هم شاريين منك برضو انت اه واسبعتي لناس كتير ومعونتش فاكر انت بايع اللي مين ودي السلالة بتاعتك فما تشوف الحمام بتاعي او الزغيل بتاعي اه مفروض ان انت تشجعني ما تقوليش ان انت حمامك بزرميت انا مش بتكلم عن نفسي هو الموقف حصل مع حد تاني لكن هو هو ده اللي حصل حصل معي او مع حد تاني ده اللي حصل فهو ما شاف ان الراجل بيبيع اه ازاي هو هيبيع وهو هيوقف حاله او هيبيع بسعر اقل اللي هو بيبيع بيه فقال له اه الحمام البزرميت ملا السوق والكلام الايه اللي مالوش لازمة ده طيب برضو زي ما قلنا اللي بيقول الحمام بزرميت علشان يحبط اللي هو اصلا طلع بدأ انتاج وبدأ يبيع برضو فيه زبون برضو داخل يقولك ايه انا عايز اه زغليل اه لاحم للدبيح اتبحها ويقول لك انا عايز وزنها مش عارف يحدد الوزن وكمان بيحدد السعر يقولك السعر ما يزيتش عن ثمانين لمت جنيه ويقولك بشرط ان ما يكونش فيه زفارة بشرط ان ما يكونش فيه اه ريشة كدا ولا ريشة كدا طيب انت عايز حمام دبيح ولا انت عايزه حمام تربية با انت كده عايز اه حمام مواصفات ده انت طالب حمام للتصدير مش طالب حمام للدبيح يعني اه يتخليك كلام معقول برضو انت عايز حمام للدبيح ما تشتريتش بقى ان انت وعايز بالسعر اللي انت عايزه وما تشتريتش بقى ان يكون فيها زفارة ما في عاش زفارة انا اعرف اللي هو بيدور على الدبيح يدور على وزنة الو خلاص بس مالوش دعوة بقى لبلون ريشة ولا بزفارة رجلين اللي سكان بقى اخذ طالب سلالة بقى هيربيها وبرحك على الناس ان هو هتبقى حمام الدبيح افتكر هو كده يعني لا والغرابة فيدي ان هو كمان اللي محدد السعر يعني هو مش بيطلع يقول انا عايز بس لا هو كمان اللي محدد السعر ومحدد الوزن في الحقيقة هو فعلا الحمام اللحم انتشر فعلا وبقى موجود في مصر كتير لكن لسه مش الانتشار اللي هو يخلي سعره بسعر حمام الدبيح ازاي يعني طيب هقولك ازاي انت لما تلاقي الحمام اللحم بقى موجود عند فتاع الفراخ وبيتبح منه مكان الحمام البلدي نقول في الوقت ده ان هو انتشر وبقى بسعر الحمام البلدي لكن هو مش هيوصل لسعر الحمام البلدي طبعا بايه شكل من الاشكال وهقولك ليه لان هي الحمامة حجمها اكبر يمكن حجمها ضعف الحمامة البلدي مش هيقولك مش مبالغة نشوف برضو دلوقتي على الميزان وزي ما قلتلك والله ما اكلت الحمام ده من الزغليل دي من يوم ما فقست حبايا بايدي كلها التأكيل اهلي حالة دي بس اما دلوقتي ما زال لسه الناس بتجروا ورا الحمامة وعايزة تربيها اه هتربيها هقولك انت مش هتخسر حاجة حتى لو انت اشتريته دلوقتي غالي احنا اشترينا غالي قوي احنا في البداية اشترينا غالي قوي زي ما قلت لحضرتك جوز شباب بخمسمية وستمية ولو قلت من حد انت طبعا هو كان بيطلع فيهم شباب اللي على فكرة يا جماعة الشباب مش مضمون يعني اللي اقولك اشتريت شباب ان انت اشتريتهم ذكر وانت لا تشتريهم شباب يطلعهم فيهم دكورة او يطلعوا كلهم دكورة بمعظمهم اه تحتاج منه نتاية تقول له انا محتاج نتاية يقولك لا بالاسف ما عنديش نتاية لو عايز ذكر اجيبلك في الدكورة اكتر في الحمام اللاحم وفي كل الحمام ده حاجة معروفة عند الناس اللي مربين فاهم وش هيعطيك بدأ طبعا اول ما بدأت ان انا غويت الحمام اللاحم وحبيت ان اشتري حمام لاحم اه بدأت ابص للناس اللي هي المشهورين في الحمام اللاحم واشتري منهم زي ما قلتلك اتنصب علي كتير من الفيسبوك جاني حمام ميت والله ودفعت حقه اقسم بالله ان انا حتى مرضيت ان انا احمل الراجل ما تفيش شح خلاص اتحملت حقه كانوا جوزين حمام شهدت ابو مريم كانوا جوزين زغليل شهدت ابو مريم التونسي على الواقع واللي حصلت لكان الراجل مفتح في الكارتونة اللي هي مشحون فيها جوزين اللاحم الزغليل ما كانوا ما شاء الله حجمه صحة قويسين اه لكن هو مفتح لهم بالقلم الجف كده حاجة خرام رفيع فالحمام مات في الشحب فبصراحة بعد ما خصمت من الراجل اه فلوس الحمام رجعت بعدها قلت لا انا هتدي له حقام هو يمكن مالوش زنب لما ابو مريم قال ان انت تشيل انت وهو في الحمام فانا قلت لا ادي له حقام كلهم بنائس فدي حاجة من الحاجات فاحنا تعبنا على بال ما كوننا السلالة دي تعبنا فعلا فعشان محدش يجي يقول وعلى بال برضو ما جالنا حمام اللي بيقولوا عليه حمام بزرميت وجالنا حمام عيان والحاجات كتير فالحاجات دي امكان انا عملت عليها فيديوهات قبل كده هسيب لك الروابط بتاعتها بتاع اللي اتنصب عليها في الحمام والحمام اللي مات هسيب لك الروابط بتاعت الفيديوهات دي في وصف الفيديو تحت ان شاء الله فانا بقول للرجل اللي هو دا كل ما يلاقي حد عارض جوزين زغليل او جوزين حمام يبيعهم يطلع يهاجم ويقول لك حمام بزرميت ومش حمام بزرميت هو ناسي هو بقى لنص مصر الحمام بتاعه ده ونص مصر بقى عندها السلالة بتاعته دي فان كان هو حمام بزرميت فهي سلالتك انت اللي نشرتها في مصر وهي سلالتك تمام ويعني احنا ما احناش بعيد على بعض يعني انا بعدين احنا اشترينا منك زي ما قلت قبل كده بخمسمية وبستمية وكنت بتفاعت زغليل بتلتميت جنيه ولما رخصت السعر خالقين جنيه بعد كده لما رخصت السعر ومازلت يمكن بتبيع بيمتين او يمكن احيانا لما يجي لك زبون كده ونفسه في الحمامة وانت تعرف ان هو نفسه فبتقوم تقول له اصلي ده بيور وده مش بيور وتبقى هولو بمتين وخمسين جنيه طيب دلوقتي هقول لحضرتك على حاجة هي الحمامة اللحم دي حمامة زينة ولا حمامة دبيح حمامة ايه هي اساسا الحمامة دي حمامة للدبيح وللحم معمولة ليه او تهجنت هي حمامة مهجنة شركة فرنسية مهجناها سمتها الحمام اللحم لان هي اه الاسم له او احنا اللي سمناه كده اه لان هي بتلحم العيش في العيش زي ما احنا بنقول وهي فعلا بتلحم العيش في العيش طيب بتلحم العيش في العيش بعد قد ايه هقول لحضرتك من تجربتي قلت سلالة اللي عندي مش هنتكلم عن اللي عند حد اه من اتناشر يوم الى عشرين يوم وانا عملت فيديوهات قبل كده وقلت لك ازاي تخلي الحمام يلحم اه على اتناشر يوم لعشرين يوم اه برضو بالاهتمام مش ان انت متأكلوش او تأكلو صنف واحد في حاجات كتير تخلي الحمامة ان هي تلحم او الحمام اللي هو العادي ان هو يلحم لكن هو الحمام اللحم فعلا فعلا بيلحم من اتناشر يوم لعشرين يوم اكتر من كده انا دلوقتي ببيع الحمام ازاي شوفة سيدي هنقول كده مش هنخبي حاجة اه احنا بنبيع الزغليل دلوقتي او مش مش في العمر ده لسه دول عليهم مثلا اسبوع او على القل يعني اما يبقى عمرهم تلاتين يوم فبنبيعهم زغليل معتمدة تماما على نفسها زغليل اه معتمدة جماعة ازاي ما قلت لك عمر تلاتين يوم بمية وخمسين جنيه شوف حضرتك دول ده التلات جواس دول من عمر اه نقول ايه عشرين يوم واحد وعشرين واتنين وعشرين يوم هم وامار متقربة كلهم كلهم يعني نقول كلهم عمر واحد فهنشوفهم برضو على الميزان الناس اللي اللي عايزة نفسها تربيها ان هي تتبح منه وهو ده الاصل في النهاية في النهاية لما هتنتشر هتكون لنا هنأكل من الحمام اللحم لكن احنا في البداية بنعمل السلالة اللي تنتشر في مصر اول ويكون عند كل الناس ما يكونش حد نفسه يا ربي حمام لحم ده يا جماعة ان شاء الله ان شاء الله انا بقول لك هيحل محل الحمام البلدي لان الحمام البلدي دي بتاكل ودي بتاكل هيدي اه تاكل شوية بزيادة لكن هي اللي خليها تنتشر ايه? ان هي سرعة الانتاج ان هي سرعة الانتاج وهتنتشر اكتر كمان وسعرها هيقل مش هقولك لا سعرها هيقل كمان فانت لما هتشتري الجوز بمية وخمسين جنيزة غليل دلوقتي حاليا اه لو انت حتى اشتريت ست جواز سبعة جواز اشتريت لك بالف جنيزة غليل هيعملوا عندك اكتفاء ذاتي في البيت مش هتحتاج تشتري اه زغليل تاني من برا هتاكل منهم وهتكون مبسوط جدا جدا بالالف جنيه دوها مش كتير على فكرة مش كتير احنا كنا بنشتري بهم جوزين في البداية زي ما قلت لك فانت لو عبيت بتشتري لك سبعة جواز بالف جنيه او ست جواز مثلا يبقى زي ما انا قلت بنبيع اه الشباب اه الزغليل في البداية اول بمية وخمسين شباب من متين متين وخمسين لو على وش شغل بتلتميت جنيه على وش شغل على وش شغل يعني تخد همكة تبيض عندك في عشرة ايام او انت ونصيبك يعني تمام اللي هم واخدين بعض وخلاص هيبيضوا اه اغلى حاجة في الشباب بدي الوقت اقول لك بتلتميت جنيه يبقى الشباب من متين متين وخمسين تلتميت جنيه تمام الزغليل اللي هي عمر شهر معتمدة على نفسها بمية وخمسين جنيه الكلام صريح جدا 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 واللي هيجي انا مش باعمل فيديو بيع اللي هيجي يجي استلم بنفسه واللي شاكك في السلالة اللي هياخد حاجة ويجي يقول لي مش بتاعتي في خلال اسبوع يرجعها لي انا ما عنديش ادنى مشكلة ناخدها منه عادي مفيش ادنى مشكلة وياخد فلوسه ونروح كمان ناخد من عنده الحمام وندله فلوسه لغاية عنده. طيب وزن الحمام او الزغليل اللحم بيوصل لكام اللي يقول لك اللي يقول لك ايه وزن الحمام او الزغليل اللحم قد ايه. هقول لك وزن الزغليل اللحم قد ايه برضو هنشوفها على الميزان. اه لو سألت اللي هم الناس كبار مربيين الحمام اللحم او اشهر ناس مربيين الحمام اللحم فمسر هيقول لك انه ازيد من. ازيد من خد بالك من الحتة دي ازيد من الحمام الزاجل بشوية. خلاص? يبقى مش هي الحمامة مش هي اتقل حمامة في مصر. في اتقل منها. تمام? يبقى هي زيادة عن الزغليل وزن الزغليل الزاجل شوية. طيب في اتقل منها? ايوة في اتقل منها. في عندك الحمام الغومي في الروماني في حاجات تانية اتقل منها. تمام? فانت لو عايز ربي لحم بس هي ميزة اللحم. كمان غير ان هي هي وزنها مش وحش. هنشوف دلوقتي مع بعض. كويس جدا جدا زي ما قلت لك يعني ممكن الزغلول بزغلولين من البلدي. تمام? لكن هو مش اتقل حاجة. زيد ان هو بيلحم العيش في العيش من اتناشر يوم يعني مسلا نقول كل شهر ونص هتاخد عيش. حلوة او باذن الله. ده كله باذن الله. احنا ما بنقولش حاجة كله باذن الله وبفضل الله. وده رزق. ممكن يكون اه عندك مشكلة الحمام تعبان في اي حاجة? لا. مش هيشتغل. لو الحمام تعبان مش هيشتغل ويلحم زي ما قلنا كده. طيب نشغل الميزان ونشوف الميزان اهو. نفتح الميزان. ونزبطه على السفر تمام على السفر اهو وهنجيب اي جوز. اهو يا جماعة ده جوز الزغليل اهو على الميزان اهو نصف كيلو الزغلول وفي اكتر يمكن. بسم الله ما شاء الله الزغلول. ده لسه جماعة قلتلك عمره واحد وعشرين او عشرين يوم كده يعني. يعني قول عمره ثلاثة اسابيع. تمام ده جوز. قدامك على الميزان هنشيل مش هنفصل الفيديو ولا حاجة مش هنقطع الفيديو اهو بدي المنتاج. اهو هنشوف التانيين دول غيرهم. اهو. كلهم تقريبا اعمار واحدة اهو. احنا شوفنا اللي فاتهم مع الديني الكيلو دول يعني نقصين خمسين جرام يمكن دول عمرهم اصغر شوية. تمام? اهو. لسه هيزيدوا من شاء الله يعني ممكن يوصل اه الجوز الزغليل لكيلو ومتين جرام كده يعني نشوف جوز تاني اخر واحد. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ده الزغلول نجيب الزغلول اخوه. معلش هو انا اللي بصور لوحدي اهو. لو جبناهم مع بعض التلاتة هتلاقيهم التلاتة كيلو يعني. وما تنساش ان انا ما اكلتهمش حباية لو انا عايزة تقلهم اكتر انا سيبهم علشان تعرف ايه الطبيعي. انا سيبهم لوحدهم علشان تعرف ايه الطبيعي. لو انا عايزة تقلهم اكتر هاكلهم اللي هي الخلطة اللي انت عارفها اللي بالعلف هتقل جدا لو انت هتتبح. لكن احنا عشان هنبيعهم للتربية فمش عايزين نسمينهم يعني. هم تلات زغليل واربع زغليل. اهو زي ما قلتلك يعني في الوزن اللي هو عمر الواحد واحد. اهو مستة زغليل يدخلهم في التلاتة كيلو طبعا هم مش وقفين على الميزان فبيسندهم زي ما قلنا يعني الجوز الزغليل كيلو. اه كيلو نقول كيلو. في عمر واحد وعشرين يوم ممتاز جدا جدا. وعلى فكرة يا جماعة اللي هي الزغليل دي ممكن تتدبح في العمر ده. وممكن تستنى عليها اسبوعي. يعني شوف من عمر واحد وعشرين يوم او ممكن يتدبح. لكن لو استنت عليهم شوية كمان افضل هيزيدهم في الحجم وهين شافوا شوية لانه لوقتي يبقى الزغلول شايل دهون كتير. اللي عنده اي اسئلة او استفسارات او في حاجة كني سيت انا اقولها او في اي حاجة اكتب لي اكتب لي تعليق. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس اهم حاجة عشان تشوفنا دايما وتشوف فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة